بسم الله الرحمن الرحيم. معقول عن حضرات مقرر الكيمية العضوية التحليقية. بداية عن كده يقصد ايه بالتخليق العضوي او الاصطناع العضوي او الكيمية العضوية التخليقية بتناقش ايه? الكيمية العضوية التخليقية هي بتناقش او علم بناء المركبات العضوية من ابسط المكونات او من ابسط المركبات. بمعنى ان عندنا المركبات العضوية ليها تطبيقات كتيرة تمام سواء كانت في الادوية او في السباغات او المواد اللي ليها اهمية تجرية عامة او حتى المنتجات الطبيعية او المركبات اللي بتستخلص من المصادر الطبيعية وليها فوائد البشر يعني او لها يعني تبقات بيولوجية او بتستخدم كأدوية او كده. فمعظم المركبات ده بيبقى ليها كبير او بيبقى ليها تركيب بنائي كبير. فبنحتاج ان احنا نخلق بعضها في المعمل. تمام? فبالتالي بنحتاج ان احنا نستخدم مكونات ابسط متوفرة عندنا في المعمل او اقدر احصل عليها بشكل اه تجاري. اه بحيس ان انا احصل على المركبات اللي انا اه بستهدفها. اه زي ما قلنا اه الكيميا العضوية التخلقية بتحللنا المشكلة دات ان هي علم او الجزء من العلم الكيميا العضوية اللي بيتعلم من خلاله ازاي ان انا اخطط او ابني المركبات الكبيرة من ابسط المركبات او من مواد اولية بسيطة. اه وبيقصد بالتخليق العضوة هنا هي عبارة عن طرق تحضير. طرق تحضير لبعض المركبات. طرق تحضير مثلا للكحولات او للالكانة او الالكين على حسب البند الجديدة اللي انا عاوز ادخلها في المركب. تمام? ولكن زي ما كنا بنشوف في المقرارات الابلة كده كانت بتبقى مثلا طرق التحضير تقتصر على معادلة معادلتين. لا هنا ممكن تبقى طريقة التحضير طويلة شوية ممكن تخش في خمس او ست خطوات او عشر خطوات على حسب تعقيد البنائي بتاع المركب اللي انا بستهدف اه احضره. طيب. اه يبقى المقصود بالتخليق العضوة هنا زي ما قلنا هو اه طرق اللي بتستخدم بتحضير مركب مستهدف معين. وهي عبارة عن ايه? طرق التحضيرات هي عبارة عن تفاعلات لمركبات ابسط في التركيب البنائي بتاعها من المركب المستهدف بحيس ان انا اوصل للتركيب البنائي المستهدف المركب المستهدف في النهاية او بتخدم لي اه الاستراكشور بتاعها او التركيب البنائي بتاعها بيخدم لي تكوين اه التركيب البنائي للمركب المستهدف. طيب. اه الكورس مش جديد الكورس يعني يعتبر هو بس اه تطبيق للخبرات اللي احنا اخدناها قبل كده. تمام? او المعلومات اللي احنا اكتسبناها من المقرارات اه السابقة. تمام? هابدأ ان انا اه اه اجمع الخبرات ديت او الطرق التحضير عامة او او فيه طرق جديدة هنتعرف عليها ونشوف ونقارنها بالطرق اللي احنا اخدناها قبل كده ولكن هنا الكورس اه بيستخدم اللي هي الخبرات اه اللي حصل عليها الدارس خلال دراسته في كامية العضوية. تمام? سواء كده الخبرات ديت نظرية او عملية. هنشوف واحنا بنطبق في دراستنا الكورس. طيب زي ما قلنا اه ان انا عندي تفاعلات كتير في الكامية العضوية ممكن نحضر بها المركبات او اه المجموعة الفاعلة المستعدفة او البندر المستعدفة في مركب معين. طيب. اه ممكن يبقى عندي اه لتحضير مركب واحد كزا طريقة. تمام? ولكن اه انا يعني هختار طريقة واحدة. طب هختار طريقة واحدة اه هبنيها على ايه? الطريقة اللي انا هختارها ديت اختيار الطريقة. هبنيها على ايه? هبنيها على بعض الاسس. اه رقم واحد لازم الطريقة ديت تديني ناتج جيد يعني تديني نسبة حائد عالية للمركب المستهدف. ما يبقاش الطريقة بتديني مركبات مصاحبة كتير او خطواتها كتير وبتهدر لي من كمية المواد الاولية اللي انا اه بستخدمها في البداية. طيب. رقم اتنين اه اه ان انا في الطريقة اللي انا بستخدمها لازم تبقى طريقة اقتصادية شوية يعني ان انا استخدمها اه المواد الاولية اللي هستخدمها او الكواشف اللي هستخدمها في التفاعلات بتاعتي لازم تكون التكلفة بتاعتها اه مش عالية نسبيا بحيس ان انا برضو يبقى الموضوع بالنسباري اقتصاديا اه مجدي وكثيرا لو انا هستخدم الموضوع دوت في انتاج او في صناعة اه نقطة مهمة ان انا للطريقة اللي انا هستخدمها او الطريقة اللي هاخترها ما هتكونش بتديني خليط من نواتج تمام بقدر الامكان تمام وخاصة لو كان الخليط دوت صعب الفصل ان يبقى فيه مادتين مثلا ايزومر لبعض بتبقى طريقة فصلهم صعبة شوية بتبقى خواصهم الفيزيائية قريبة من بعد بتبقى طرق الفصل بتاعتهم صعبة وبالتالي بتزود لي برضو تكلفة هنا هتزيد في طرق الفصل طيب اخر حاجة ان الطريقة اللي انا هستخدمها ما تبقاش فيها مراحل كتير ما يبقاش لها خطوات كتير تمام عشان اوصل المركب المستهدف كل ما الخطوات زادت كل ما هيحصل تقليل في العائد النسبي اللي انا عايزه من المركب بتاعي التكلفة بتاعتي هتزيد هستخدم الاجent كتير ومواد كتير تمام بالاضافة في كل خطوة هيحتاج ان انا انضف المركب بتاعي واتخلص من المواد اللي بتطلع مصاحبة لي وتخلص من المواد الاولية لما تفعلتش فبالتالي برضو بتعليل تكلفة فيفضل لو انا عندي طريقتين واحدة فيها اربع خطوات واحدة فيها خطوتين يبقى يفضل لانا استخدم اللي فيها خطوتين لو كانت المواد الاولية بتاعتها او من الثاني طبعا اعماليات الاختيار هنا اللي بيحددها الهدف بتاعي يعني ان انا يعني ان انا ادرس الوضع واشوف انه اللي هيبقى التكلفة بتاعته اقل او الطريقة بتاعتها تبقى مجدية لو انا ببحث عنها النسبي اعلى في اقصاد ان انا هتبقى فيه تكلفة اعلى فده حاجة اه برضو ايه بتضاف اللي هي الهدف بتاع الدارس او هدف اللي بيشتغل هو عاوز يعملين طيب اتكلمنا دخلنا اه على الطرق وايه هو التخليق العضوي وكده طب يعني نرجع تاني نقول ايه هي اهمات التخليق العضوي او ليه اه في الكيميا العضوية او بنستخدم او بندرس التخليق العضوي لمركبات عضوية طيب رقم واحد ان انا بستخدم الكلام دوت لاستبات التركيب البنائية للمركبات تمام وخصوصا اللي هي بتستخلص من مصادر طبيعية اممكن اللي درس او لسه بتدرسه اه مقرر اه اللي هي المنتجات الطبيعية بلاء ان انا في بعض المنتجات الطبيعية او المركبات اللي بستخلص من مصادر طبيعية تمام اه ببقى عاوز اعرف البنية بتاعتها بدرس الكيميا بتاعتها فبقى عاوز اعرف البنية بتاعتها من ضمن الطرق اللي انا اعرف بها البنية بتاعة مركب معين ان انا احضر المركب داخل المعمل. ابدأ اجيب مواد بسيطة اعرفها. تمام? وابدأ افاعل المركبات دي مع بعض غير ما اوصل لبنية المركب بتاعتي احد طرق اسبات التركيب البنائي او دراسة التركيب الكميائي للمركبات العضوية. طيب. تاني حاجة زي ما قلنا اللي هو الاهمية التجارية او الهمية الطبية او غيرها. تطوير وتحضير بعض المركبات المفيدة لحياة الانسان زي ما قلنا الادوية او البوليمارات المستخدم في الانسجة الصناعية والصابات وغيرها. اه في بعض دراسات او الابحاث بيتم اه تحضير المركبات بعينها. تمام? عشان ادرس ميكانيكية التفاعل معين. تمام? او حتى ممكن تكون ميكانيكية التفاعل دي داخل الخلايا الحية او في عمليات الايد الحيوية. فبحتاج ان انا احضر بعض المركبات بشكل معين. تشبه انزيمات او تشبه اه معين بحيث ان انا ادرس ميكانيكية التفاعل بتاع او ميكانيكية من التفاعل معين. اه طبعا اللي هي التغلب على التحديات الفكرية او المشاكل التي تطرق اثناء الدراسة البحثية اوصن في مجال الابحاث. ودي طبعا لاكتشاف اه عمليات وتطوير طرق كيميائية جديدة طبعا وتجديد التفاعلات او ايجاد كواشف جديدة لتسخرها في التفاعلات دي. طيب. اه بنستخدم ايه? اه لما اجي انا اه اه يبقى عندي مركب مستهدف اعوز احضره. اه مش هخش اه 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 اشتغل في المعمل على طوله. ولكن هبدأ اعمل عملية تخطيط تمام? تصبقها عملية تحليل تمام? اه التحليل لبناء اه التركيب البنائي للمركب بتاعي تمام? المركب اللي انا بستهدف تحضيره تمام? والتخطيط اللي هو ازاي بعد ما بعمل عملية التحليل ديت هبدأ اخطط ازاي هبدأ ابني المركب بتاعي بطرق تحضير منظمة. اه الكلام ده طبعا بينطبق او بنحتاجه في المركبات العضوية اللي هي معقدة التركيب اللي هي لها كبير شوية فيها اكتر من مجموعة فعالة. فبتتطلب العملية عملية دراسة تمام باستخدام اللي هو تحليل التخليقي والتخطيط. اه الاسلوب اللي بيستخدام في العملية دي او في عملية التخطيط او التحليل هو اسلوب بنسميه اللي هو الريترو سينسيتيك انالسيز. اللي هو التحليل التخليقي العكسي او الرجائي اه تمام? هو من اسمه كده ده معناه ان هو بعمل خطوات عكس خطوات التحضير بتاعة المركب. تمام? اه التحليل التخليقي العكسي. تمام? زي ما قلت اللي هو ايه? بعمل خطوات عكس خطوات التحضير بتاعة المركب. طيب خطوات التحضير كده بتستهدف ايه? خطوات التحضير عندي بتستهدف بناء روابط معينة في المركب. تمام? فبالتالي التحليل التخليقي العكسي هيستهدف. تمام? ان هو يبدأ يفصل الروابط دي بحيس يوصل بالبنية بتاعة المركب للمواد الاولية البسيطة اللي ممكن يجي منها. تمام? يبقى التحليل التخليقي العكسي. تمام? هو الاسلوب الذي يقوم. تمام? على فصل وتجزئة المركب. تمام? بعملها بنسميها بالطرق المناسبة اللي بتستهدف ايه? بتستهدف انه يتولد عنها المكونات الاصغر التي دورها يمكن تجزئتها. لو المركبات ديت برضو محتاجة انها تتجزق مش متوفرة عندي بشكل تجاري مش هقدر هتحصل عليها. هبدأ اعمل لها عملية تجزئة متولية تاني. تمام? حتى يتم التوصل الى المركبات المتاحة التي نستطيع منها تخليق المركب المستهدف. تمام? ده. المركب المستهدف بتاعي او الترجيط موليكيول. مصطلح قلته كزا مرة في الكلام بتاعي. هنا باستخدم في عملية التخطيط او في الكورس بتاعنا بنعرفه على انه هو ايه? هو المركب اللي انا عاوز احضره. تمام? هو المركب اللي انا محتاج احضره. اللي هو المركب المستهدف او الجزئ المستهدف او الترجيط موليكيول بانه هو عبارة عن المركب العضوي المطلوب او اللي نرغب في تحضيره. تمام? وهو الجزئ الذي يتم تخطيط تخليقه بواسط التخليق الراجعي او عملية الريترو. وبنرمز له عادة بالرمز. المركب المستهدف بتاعي هو خلاص ده او الهدف بتاعي من عملية التخطيط. فبالتالي انا بعمل عملية تخطيط عشان اعمل عملية تصميم لطريقة تخليقية. تمام? اقدر من خلالها احصل على المركب المستهدف بتاعي. بايه? بنقاء عالية. بدرجة نقاء عالية. من خلال استخدام اللي هي الخطوات الملأمة بسلوب التحليل التخليقي العكسي. والتي يتم من خلال بعض المراحل اللي هنشوفها مع بعض. مراحل التخطيط التخليقي. اول حاجة انا باقترح عدد من الطرق. يعني انا عندي المركب المستهدف بتاعي. تمام? اللي انا عاوز احضره. تمام? اه ممكن احضره بكزا طريقة. فانا ببدأ اقترح. فانا ببدأ اقترح اه اه كزا طريقة لتحضيره. تمام? اه في خمس طرق لتحضيره. هابدأ احط الخمس طرق قدامي وقارن وابدأ اقارن ما بينه. اه بشرط ان الطرق اللي انا هاخترها دي او الطرق المقترح دي بتبدأ من المركب المستهدف. تمام? وبتنتهي فين? بتنتهي عند المواد او الكواشف بتاعتي او المواد الاولية. هابدأ اختار على ايه? هاختار الطرق المناسبة بناء على ايه? اني يتوفر فيها رقم واحد الاسس العلمية الكيميائية السليمة. تمام? اطبق اللي انا درسته في المقاررات اللي قبل كده. بحيث اننا لما اجي اختار طريقة ما اختارش طريقة غير واقعية. تمام? لأ لازم اختار طريقة واقعية. ليها اسس علمية كيميائية سليمة. تمام? واللي ممكن من خلالها اتوقع انها تديني اعلى عائد نسبي او الاعلى نسبة للعائد بتاعي. طيب اتكلمنا عن المواد الاولية. ايه هي المواد الاولية? المواد الاولية لانا احضر منها المركب بتاعي. طب انا زي ما قلت ان انا ببدأ ارجع بالتحضير بتاع المركب او بالتركيب بتاع المركب خطوة خطوة لغاية ما وصل لابسط تركيب المواد اقدر احصل عليها داخل المعمل. تمام? ببدأ ابني منها المركب. طب اقفين? تمام? او ايه هي صفات المواد الاولية اللي انا ممكن احضر منها او تبقى مناسبة لتحضير المركب بالمستهدف بتاعي. رقم واحد طبعا سهل للحصول عليها بشكل تجاري اقدر ان انا اشتريها اه تجاريا او ممكن لو هي اه مش متوفرة تجاريا اقدر عندي المواد المناسبة لتحضرها تمام? وتكون بطرق برضو غير مكلفة وبنسبة عائد عليها. تاني حاجة ان زي ما قلنا ان هي غير مكلفة وسهل تتداول ما يبقاش فيها خطورة علي بقدر امكان داخل المعمل. اه ان يكون التركيب الكميائي بتاعها بسيط. طب بسيط ازاي? اه ممكن نحددها ازاي اسكانية تركيب بسيط او مش بسيط? قالوا هنا العلماء قالوا ان هي تحتوي على خمس زرات كربون او اقل. يعني المركب يبقى في خمس زرات كربون او اقل او يكون جزء من حلقة اروماتية. طبعا حلقة اروماتية صعبة التحضير في المعمل. فاحنا بناخدها كجزء من المواد الاولية هي ست زرات كربون ولكن ده تعتبر من المواد الاولية البسيطة اللي بنقدر نحصل عليها بمنتهى السهولة سواء تجارين او متوفرة عندنا في المعامل. فبالتالي اقدر احكم على بساطة تركيب الكميائي بتاعي ان انا مثلا ان المواد الاولية بتحتوي على خمس زرات كربون او اقل. من ذلك. تمام? او تبقى جزء من الحلقة الاروماتية. تمام? او مركب اروماتي بسيط. طيب نرجع للتحليل التخليق العكسي ونتعرف عليه اكتر. التحليل التخليق العكسي. او الريترو سينستيك انالسيز هو عملية منطقية. تمام? لها اسس علمية. تمام? لتحليل المركب المستهدف. تمام? احلله ازاي? هحوله لسلسلة من المركبات الابسط. يعني اقول المركب بتاعي ممكن اجيبه من المركب ده الابسط منه. ممكن اجيبه المركب ده الابسط منه. وهكذا على طول مصار بنسميه اللي هو المصار التحليلي. تمام? نهاية المصار التحليلي دوت هيديني اللي هي ابسط مواد اولية متاحة وقليلة التكلفة زي ما قلنا قبل كده. التخليق العكسي زي ما هو بقى ايه? اللي انا بستخدمه في عملية التحليل التخليقي. هو عملية عكس خطوات التخليق بالصد. انا هحط ايه زائد بي هيديني التارجة موليكيول بتاعي. يبقى التارجة موليكيول بتاعي اقدر اجيبه من ايه زائد بي بتفاعل كزا. تمام? او عكس اللي هو عكس خطوات التخليق او عكس التفاعلات التي يحضر منها المركب المستهدف. تخليق العكسي هي مش عملية اقدر اعملها في المعمل. تمام? هي عملية عقلية تخيلية لتجزئة المركب المستهدف. تمام? ولكن برضو بنرجع نقول ليها اسس علمية. ايه هي الاسس العلمية? ان البند اللي هبدأ اكسرها او هفصلها اقدر في دماغي يبقى فيه تفاعل حقيقي درسته او تفاعل موجود اقدر ان انا ابني بي الربطة اللي انا اكسرتها ديت مرة تانية. تمام? هي عملية عقلية تخيلية تجزئة المركب المستهدف الى مواد اولية. تمام? وفقا للاسس العلمية لتفاعل حقيقي وممكن. طيب افهم اكتر الموضوع ده زي? لو انا فرضت ان انا عندي مركب مستهدف ايه? المركب مستهدف ايه دوت بالتحليل وجدت ان انا اقدر احضره من اه مركبين اللي هو البي زائد السي. تمام? فببص كده للمعادلة اللي عندي او التخطيط اللي عندي ايه دي عندي الايه? المركب مستهدف بتاعي. تمام? اقدر احضره من البي زائد السي. طيب. الاحظ هنا ان انا استخدمت السهم المزدوج. السهم المزدوج دوت بيعني ايه في الكيميا? يعني ان المركب اللي قبل السهم يتم تحضيره من المركبات اللي بعد السهم. ده معناه ان هذا المركب يأتي من هذه المركبات. ده اللي هو معناه السهم المزدوج اللي احنا شايفينه. ده طبعا هستخدمه كتير في التحليل التخليقي بتاعي. طيب. زي ما قلنا عندي مركب مستهدف ايه? قلت اقدر احضره او بالدراسة او بالتحليل بتاعه قلت ان اقدر احضره من البي زائد السي. طيب. فولكن بالتحليل او بالنظر للمواد دي وجدت ان السي ما اقدرش حضرها. ما اقدرش حصل عليها داخل اه في المعمل او بشكل تجالي. تمام? طب هنعمل ايه? هبدأ اعمل عملية تحليل للمركب سي. تمام? هعمل عملية تحليل للمركب سي. لما اجي اعمل له عملية تحليل وادرس التركيب البنائي بتاعه. هجد ان مثلا السي ده اقدر احصل عليه من مركبين تانين اللي هو الدي سائد الاي. تمام? وهكذا. هل الدي متوفر ولا غير متوفر? هل الايه متوفر ولا غير متوفر? اللي مش متوفر منهم هبدأ اعمل له عملية تحليل مرة تانية. تمام? لغاية ما اوصل لابسط مواد اقدر احصل عليها داخل المعمل او ان انا اشتريها من اه السوق او من الشركات التجارية. طيب. فهلاقي ان انا مسلا بدأت بالايه في المخطط اللي قدامي ده. تمام? عشان احضره. قلت ان انا هحضره من البي زائد السي. السي هحضرها من الدي زائد الاي. افترض ان الدي برضو مش هقدر احصل عليها تجاريا. فهبدأ احضرها من الجي والاف. ونواقف عند الجي والاف. طيب افهم ايه بقى من المخطط ده? ابدأ ابني فكرة المركب بتاعي ازاي? تمام? طيب. بيقول لي هنا ان فكرة بناء المركب بتاعي ان انا عوز احضر المركب ايه? احضره ازاي? هبدأ من الاف والجي. في كونديشن التفاعل في ظروف التفاعل والكواشف المناسبة. هحول الاف والجي او هحضر منهم الدي. تمام? بعد ما احضر الدي. تمام? هبدأ احضر اخد الدي افعله مع الاي برضو في وجود الكواشف والظروف المناسبة للتفاعل عشان احضر السي. بعد كده هياخد السي افعله مع البي. تمام? برضو في ظروف التفاعل المناسبة والكواشف المناسبة هتديني اللي هو المركب المستهدف ايه? تمام? طيب. دول ثلاث خطوات. تمام? لو لاحظت هنا في التحليل بتاعي. في المخطط بتاعي في عندي ثلاث خطوات. الاي للبي زائد السي. ومن السي للدي زائد الاي. ومن الاف ومن الدي لغاية الاف زائد الدي. اللي هما ثلاث اسهم اللي هما ثلاث خطوات. دي سهم اتنين. ثلاثة. الاحز في اه طريقة التحضير ان هما فعلا ثلاث خطوات بيقابلوا الثلاث خطوات بتوع التحليل. خلاص نخلي الموضوع ده بتفيد معنا ان زي ما في عدد الخطوات في عملات التخطيط لازم يقابلها في عملات التحضير برضو نفس عدد الخطوات. ويبقاش فيه خطوة نقصة او خطوة زيادة. طيب اعمل ازاي عملية التحليل? هل اعملها كده بشكل عشوهقي على حسب فهمي للموضوع او على حسب ما اتذكرهم التفاعلات? لا تعالوا. نشوف ايه الاساليب اللي بتستخدم في عملية التحليل التخليقي. عندي اسلوبين. الاسلوب الاول اللي هو اسلوب التجزئة او الفصل. اللي هو الـ disconnection بنرمز له بالرمز اللي هو dis. عندي الاسلوب التاني اللي هو اسلوب تحويل المجموعات الوظيفية. اللي هو بنرمز له بالfgi. الاسلوب الاول اللي هو اسلوب التجزئة او disconnection. هو عبارة عن عملية تحليلية زي ما قلنا انا هي بتستخدم عملية تحليل التحليق العكسي. خلاص هي عملية تحليلية. عبارة عن ايه? عبارة عن كسر بعض الروابط في التركيب البنئي للمركب المستهدف. بس تهدف بعض الروابط اللي اقدر ان انا ابنيها مرة تانية عن طريق تفاعلات احنا عارفينها او درسناها قبل كده. وتحويلها وتحويل المركب دوت الى مواد بسيطة او مواد اولية بسيطة. كمام زي ما قلنا برضو هي عملية تحيولية نظرية تتم على الورقة بس بعملها بالورقة او القلم يعني خلاص ليه تكسير الروابط طبقا لعكس تفاعل حقيقي خلاص. لازم من خلاله يتم تكوين هذه الرابطة. طيب. لو بقصت للمخاطط اللي قدامي هنا. لو انا افترضت ان انا عندي تركيب بهذا الشكل. تمام? هبدأ استهدف الربطة اللي ما بين زارتين الكربون اللي في النص. تمام? ان انا هبدأ اعمل لها عملية فصل. خلاص? اعمل لها عملية فصل يعني كده معنا كده ان انا لما افصل جزيئين المركب دول هيدوني مركبات ابسط. تمام? اقدر ان انا ابنيهم مرة تانية بتكوين الرابطة ديت بتفاعل معروف. تمام? فانا عندي احتمالين ان انا لو كسرت الربطة دي. خلاص ان هو يديني ايونات. اما الايون المجب نحية الشمال وايون السالب نحية اليمين او الطريق التاني اللي هو العكس. انه طريق واقعي. تمام? هيبقى مبني على اساس المجموعات اللي هي مجموعات الالكايل او مجموعات الار دي بقية المركب هي اللي هتحدد لي هل الايون المجب هيبقى نحية اليمين ولا نحية الشمال والايون السالب وهكزا. تمام? دي اللي هي شكل الاستداف بتاعي على اساس ان انا لما يجي اجيب رياجنت يقابل الايونات ديت تمام لما فعل التوري ايجنت مع بعض هيديني المركب بتاعي او هيبني الربطة اللي انا عملت لها عملية الفصل دي طيب من ضمن الحاجات اللي بيستخدمها او الاسس اللي بيستخدمها اللي هو استخدام اللي هي الخطوط المتموجة اللي هي دي اللي هي ما بين الفوق البند اللي انا بستهدفها ديت اللي هي على البند او الربطة اللي انا هبدأ اعمل عليها عمليات الفصل تمام وزي ما قلنا بنستخدم اللي هو السهم المزدوج اللي هو السهم بتاعنا ده عشان يعبر لي على المعنى ان المركب مقابل السهم يمكن تحضيره من الجزيئات التي بعد السهم طيب من المركب من المخاطط اللي شفناه تمام هلاحظ ان عملية التجزئة للمركب المستهدف بتقدي معي لتكوين ايونات تمام ايونات مجاوة ايونات سريبة واللي بيتم اه تعرفها او اللي هي بتاخد اللي هي مصطلح السنسن تمام يعني ايه اللي هو المخلق او السنسن تمام يعني ايه السنسن او المخلق ده اللي هنتعرف عليه المخلق هو عبارة عن جزء او قطحة او شازية تمام في العادي بيكون ايون والذي ينتج عن عملية التجزئة للمركب المستهدف عملية الفصل في التحليل التخليقي العكسي للمركب المستهدف بكسر الروابط بتاعته بتديني اللي هو المخلق او السنسن تمام هو جزء مثالي افتراضي تمام قد يشارك مشاركة حقية في التفاعل او لا تمام ممكن هو يشارك مشاركة حقية او لا كمان يمكن ان يكون وسيط نشط في التفاعل كايون ان في عندي اه مركب بيتكسر بيديني الايون دوت عشان يبدأ الايون ده يتفاعل ويديني المركب بتاعي او ممكن ما يكونش موجود ما بيتكون خلاص طيب ايه لازمته بيقولي هنا ولكن يستخدم نظريا لاستنتجه معرفة الكاشف او المركب الذي يمكن ان يستخدم في خطوات التحضير تمام طيب المكافئ التخليقي ده مرتبط اكتر بالسنسن او بالمخلق هو الكاشف المكافئ او البديل والذي يستخدم عمليا بدل من المخلق المخلق زي ما قلنا انه هو جزء او شازية او ايون حاجة افتراضية انا بافترضها او بمجرد ان انا بشير البوند ديت بيديني اه 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 اجزاء بتاعت المركب اه او بقية الاجزاء بتاعت المركب او المركب هيتفصل عندي للاجزاء ديت ممكن تبقى ايونات تمام فالايونات ديت مش متواجدة او مش سهل التداول معيها او مش بتبقاش موجودة في شكل اه كواشف ان انا القطع او الجزء ده اللي بيخش في التفاعل تمام راس يبقى المكافئ التوداء بنسميه اللي هو المكافئ التخليقي هو الكاشف المكافئ او البديل اللي بيستخدم بدل من المخلق تمام ليه لان المخلق ده حاجة افتراضية اه اللي هو حاجة غير ثابتة ايون مش ثابت ما اقدرش احصل عليه مثلا في بطل او في ازازة خلاص او انه هو ممكن يبقاش في ليه امكانية للتواجد لو بصيت للجدول اللي قدامي اه هنا دي اعمالية افتراضي ده مثال بيقول لي ان انا لو عندي مركب عبارة عن اه بند ما بين مجموعتين ار و ار لو نعمل لها تحليل تخليقي عشان تدي ايونين الايون الاول اللي هو الموجب الار والار داش اللي هو الايون السالب المخلق عندي اللي هو ايه اللي هو الار بلس و الار داش مينس تمام ده المخلق ده ما اقدرش احصل عليه ولكن عندي مكافئ تخليقي تمام المكافئ التخليقي بتاعه الار لو موجب اقدر احصل عليها من ترابط الار مع الهلايد زي البروميد او الايوديد تمام ممكن احصل عليها من اه المستايل تمام او اه مجموعة فعالات يسمى اللي هي التوزيل خلاص دي مجموعات بتسحب الاقترانات ناحيتها وبتسيب لي الشق العضوي عليه شحنة موجبه او بتولدلي الايون الموجب على الشق العضوي تمام طيب المخلق الايون السالب اقدر احصل عليه من ايه احصل عليه من اللي هي الكواشف اللي بنسميها مركبات العضوية الفلزية زي كاشف جرينيارد تمام او مركبات الليسيام العضوية او من الالكان المقابل بشرط ان الهيدروجينينا تبقى ليها حامضية عليها. الاسلوب التاني من اسليب التحليل التخليقي العكسي اللي هي عمليات تحويل المجموعات الوظيفية او عمليات الفانكشن جروب انتر كونفرجن بيختصرها بالافي جي اي. تمام هي عمليات تحويل مجموعة وظيفية اللي هي التفاعلات العادية اللي كنا بنخدها بحول مجموعة المجموعة آآ مجموعة هيدروكسيل او كحول اللي بقى اكسيده وبيديني حمض تمام هي عمليات تحويل لمجموعات وظيفية خلاص باستخدام تفاعلات التحويل العادية زي تحويلات الاستبدال الحزف الاكسادة والاختزال اللي هي المعروفة بالنسبة لنا. وانا باستخدم العملية ديت عشان تسهل لي من عملية التجزئة فيما بعد. اللي هي العملية عملية او الفصل اللي انا كنت بعملها في الاول. بعض الاحيان بتبقى صعبة فبالتالي باضطر ان انا احول مجموعة وظيفية لمجموعة اخرى عشان اسهل من عملية التجزئة. ممكن عملية بدل عملية آآ تحويل المجموعات الفاعلة ان انا احول مجموعة لمجموعة ان انا اعمل عملية اضافة لمجموعة فاعلة اللي هي الاف جي اي خلاص. ودي مجموعة يلزم اضافتها لتسهيل عملية التجزئة او عملية الفصل خلاص. والمجموعة ديت بيتم حزفها اثناء خطوات التخليق يعني ما تظهرش معي في المركب المستهدف وانا بحضر. يبقى في خطوة لحزف المجموعة ديت زي ما ضفتها احزفها. ممكن كمان ان انا احزف او اشيل مجموعة فاعلة عشان اسحل عملية التجزئة. هي عكس عملية الاضافة. تمام? ودي مجموعة بيتم احزفها او بجد ان من الضروري ان انا احزفها للحصول على تركيب ابسط يمكن تجزئته خلاص من المركب المستهدف. وبرضو اخد بالي ان انا في خطوات التخليق وهو عند تعليل مركب المستهدف يبقى فيه خطوة لاعادة المجموعة ديت عشان تظهر معي في التركيب البنائي للمركب المستهدف. طيب خطوات التصميم التخليقي لو انا هبدأ اعمل تخطيط لتخليق مركب مستهدف معين. هما مرحلتين. المرحلة الاولى مرحلة التحليل. المرحلة التانية اللي هي مرحلة التخليق. مرحلة التحليل اللي احنا اتكلمنا عليها مسبقا ان انا ببدأ اجزء المركب المستهدف بتاعي عشان اوصل للمواد الاولية. مرحلة التخليق بقى هي الخطوات التحضير اللي انا هبدأ اتباعها في المعمل. واللي بتتوافق مع خطوات التحليل. بتتوافق مع ايه? مع خطوات التحليل اللي هي بقى معادلات التحضير الفعلية اللي انا ببدأ ابنيها على خطوات التحليل اللي انا عملتها. طيب عام اكتر. مرحلة التحليل بتتم ازاي? بنحدد المجموعات رقم واحد بنحدد المجموعات الوظيفية في تركيب المركب المستهدف. خاصة المجموعات بقى ايه هي البنية بتاعة المركب المستهدف بتاعي? بيبدأ احددها وحدد المجموعات الوظيفية اللي انا هبدأ اشتغل عليها او التفاعلات ممكن تقدر تشتغل عليها رقم اثنين ببدأ أعمل عملية تجزئة للمركب المستهدف خلاص باستخدام طرق وأسليب مطابقة لتفاعلات ايه حقيقية معروفة ان انا في بند هستهدفها يبقى انا عارف ايه التفاعل اللي بيبني الربطة دي مرة تانية خلاص يمكن استخدام عمليات ال-FGI تمام لما بحتاجها لتسهيل عملية التجزئة لإضافة أو إزالة مجموعة أو تحويل مجموعة الأخرى خلاص ببدأ أكرر العمليات اللي فوق دي على كل بنية أو مركب كيميائي بيظهر عندي في عملية التحليل من عملية التحليل خلاص لغاية ما وصل لأبسط مواد متاحة رقم اثنين مرحلة التخليق في مرحلة التخليق بيتم كتابة بقى خطوات أو معدلات عملية التخليق يقصد بها ايه الخطوات اللي هي ايه المعدلات عملية التخليق أو خطوات التحضير تبقى لعملية التحليل السابقة مع اضافة الكواشف وظروف التفاعل المناسبة ببدأ أرجع المخطط اللي أنا عملته ده خلاص ببدأ أعدل وصحح الخطوات تبقى للخبرات النظرية والعملية بقى الخبرات اللي أنا كتسبتها من الدراسة بتاعتي للكيمياء العضوية عامة خلاص طيب سألاحظ وأنا لما يجي زي ما قلنا لما يجي أكتب معدلات التحضير إن كل خطوة في معدلات التحضير أو في التحليل السابقة يجب ان تقابلها خطوة خلاص من خطوات التحضير فعله المقابل يعني في خطوات التحليل ببدأ افصل الروابط بتاعة المركب المستهدف في خطوات التحضير ببني الروابط دي. انا فصلت تلت روابط يبقى عندي تلت تفاعلات بتبني لي الروابط دي مرة تانية. خلاص كما برضو ناخد بالنا ان انا ببدأ من المواد الاولية اللي انتهيت عندها في التحليل وانتهي عند المركب المستهدف. في خطوات التحليل ببدأ بالمركب المستهدف وبرجع للمواد الاولية. طيب نبص على مثال كده نفهم منه الخطوات دي بشكل اكبر او بشكل تطبيقي. لو انا عندي المركب اللي قدامنا هنا اللي هو اه الميسوكسي اسيتوفينون باراميسوكسي اسيتوفينون او الاربعميسوكسي اسيتوفينون. بتحليل المركب ده باجد ان انا عندي اه مجموعتين وظيفيتين. المجموعة الاولى اللي هي مجموعة اللي قدامنا هنا والمجموعة التانية اللي هي مجموعة الميسوكسي. طيب اه بالتحليل هل هاختار ان انا افصل انا عندي حالة اروماتية ومجموعة ميسوكسي الحالة الاروماتية قلنا زي ما هنسبها زي ما هي ان انا هبدأ ان انا استخدمها او اسبها كمواد اولية تبقى فيها جزء من الحالة الاروماتية دي او الحالة الاروماتية تبقى جزء منها. بحيث اني اه طرق تحديل المركبات الارماطية مش من الطرق السهلة ان انا اقدر اتباعها بسهولة داخل المعمة. آآ ولكن هنا هبدأ استهدف ان انا اعمل عملية فصل او تجزئة لآآ المجموعة الفاعلة اللي هي مجموعة الاسطيل او مجموعة الميسوكسي. طيب هلاقي ان الانسب ان انا اعمل عملية تحليل لمجموعة الاسطيل المجموعة الميسوكسي عشان ادخلها على الحلقة تفاعلاتها مش مألوفة بالنسبة لي قوي. تمام? هو فيه طرق ولكن طرق مش مألوفة بالنسبة لي او مش سهلة ولكن مجموعة الاسطيل اقدر ادخلها منتهى السهولة على الحلقات الارماطية. طيب. ولكن لما اجي بقى هنا ابدأ افكر بشكل آآ تخطيطي على الورقة او القلم بشكل نظري. علي ان عملية فصل المجموعة هنا. تمام? هيتجيني احتمالين. احتمال يبقى الايون المجب ناحية الحلق الارماطية والايون السلب ناحية مجموعة الاسطيل او العكس الايون السلب ناحية الحلق الارماطية والايون المجب ناحية مجموعة الاسطيل. فهلاقي ان الطريقة الاولى بتبقى غير مناسبة. تمام? غير عملية. ليه? لان الايونات النتجة من عملية الفصل والتجزئة ليس لها مكافئ تخليقي معروف ان الشحنة السالبة مش منطقي ان يبقى مجموعة الاسطيل هنا عليها شحنة سالبة وكذلك الحل الارماتية مش مقلوف لها ان هي يبقى عليها شحنة مجابة تمام؟ ولكن العكس الشحنة السالبة خلص تقابلها زرة الهيدروجين الارماتية اللي بيحصل معيها استبدال الالكتروفيلي والشحنة المجابة على مجموعة الاسطيل ممكن يقابلها اللي هي الهالايد في صورة اللي هي الاسد هالايد او الاسد كولورايد اللي بيتم تفاعله مع المركبات الارماتية بتفاعلات فريدل كرافت للاسطلة خلاص يبقى ان الطريقة التانية هي الطريقة الاكثر واقعية ليه لان المكافئة الايونات الناتجة دعم لها مكافئ تخليقي او قدر ان انا اجد لها كواشف معروفة ومتاحة بالوصول للمواد الاولية البسيطة هنا طبعا احنا شفنا عملية التحليل اخذت خطوة واحدة ده كمركب بسيط طبعا هنا وصلت المواد الاولية البسيطة اللي انا بعد كده هبدأ انتقل لمرحلة التخليق في مرحلة التخليق هبدأ استخدم الخبرات العملية بتاعتي والنظرية عشان ابني المركب المستهدف بتاعي فهلاقي ان انا التفاعل اللي انا هستهدفه اللي هو تفاعل الاستلة بتاعة فريدل كيرفت تمام باخد اللي هو الميسوكسي بنزين او الميسوكسي فينايل مع الاسيت كلوريد الاسيتاء الكلوريد في وجود الالمونيوم كلوريد هيديني اللي هو الاستبدال على الحالة القروماتية طبعا مجموعة الميسوكسي بتوجه للوضع بارا عشان تديني الترجمة الملكول اللي هو البارا ميسوكسي اسيتوفينون نوضح الطرق دي اكتر بمركب بسيط زي مركب الايسانول فبرغم ان هو بسيط او التركيب البنائي بتاعه بسيط ولكن فيه احتمالات كتير لتعطيره فلما استهدفت الرابطة ما بين الكربون والكربون هنا عشان اعمل لها عملية فصل نفس الاسلوب عندي احتمالين احتمال بهذا الشكل واحتمال بعكس الشحنات بتاع الايونات الاحتمال الاولاني طبعا فيه جزيء اللي هو السالب هنا عندي مالوش مكافئ تخليقي معروف ولكن في الاحتمال التاني بجد ان هو فيه المكافئ التخليقي للايونين هيبقى معروف ابصد تقليق بتاعه قلنا هنا الطريقة التانية هي اللي هتبقى مناسبة ان انا باخد كاشف جرينيارد اللي هو مسايل ماجنيسيام بروميد مع الفورمال دهايد تمام؟ فبيديني تفاعل الاضافة على الفورمال دهايد تمام؟ بعد كده عملية هيدرولسيز في وجود وسط حامدي هيديني الكحول عشان اخرج اللي هو الماجنيسيام بروميد او شق الماجنيسيام بروميد كمان اقدر ان انا اعمل عملية تخطيط للايسانول باستخدام اسلوب اللي هو تحويل المجموعات الفاعلة فبص في التحليل هنا ان انا اقدر احصل على الايسانول من خلال عملية Reduction للأسيتال دهايد بكتب هنا تحت السهم فوق السهم هنا بكتب العملية اللي انا بعملها اللي هي عملية تحويل مجموعة فاعلة تمام؟ وتحت السهم هنا بكتب اللي هي اسم التفاعل اللي هيتم التحضير الاتجاه العكسي بتاعه ان لو عملت Reduction او اختزال للأسيتال دهايد هيديني الايسانول هنا في التخليق بلاقي معدل التخليق ان انا باخد الأسيتال دهايد مع سوديوم بوروهايدرايد تمام؟ هيتجيني الايسانول هيحصل عملية اختزال والجيني الايسانول او ممكن ان انا اعمل Hydrolysis خلاص ان انا احضر الايسانول عن طريق الكايل هالايد تمام؟ الاسايل برومايد هنا تمام؟ عن طريق عملية Hydrolysis في وجود وسط قاعدي فبياخد الاسايل برومايد في وجود محلول هيتروكسيد السوديوم فبيحصل عملية Hydrolysis والجيني الايسانول او عن طريق عملية Hydration او اضافة المية على ان انا احضر الايسانول من الايسين او الايسيلين تمام؟ باضافة المية في وسط حامدي اللي هي بنسميها عملية الهيدريشان او عملية الايماها تمام؟ بياخد هنا الايسيلين في وجود المية وحمد فهي ديني على طول اللي هو الايسانول في الوسط او هيتم اضافة المية على الايسيلين اللي هي على الربطة المزدوجة عشان يديني الايسانول اشتركوا في القناة